الدولة بتحل مشاكل الإسكان بطرق مختلفة كثيرة لكن الحقيقة واحد من أهم المشروعات اللي نفذت على الأرض كانت مشروع تطوير العشوائيات كان هناك صندوق يسمى صندوق تطوير مناطق العشوائية وتخلصت مصر من خلال هذا الصندوق ومن خلال جهود الدولة من العشوائيات غير الأمنة لم تعد هناك عشوائيات غير مخططة أو غير أمنة في مصر الصندوق ده خلص شغله وبقى فيه صندوق جديد اسمه صندوق التنمية الحضارية يا ترى هذا الصندوق بيعمل ايه؟ بيشتغل ازاي؟ والنهار ده هنعرف انه بيطرح 500 ألف وحدة سكنية في كل المحافظات أو في 24 محافظة منهم 100 ألف وحدة ترحب بالفعل في قلب المحافظات يعني مش بقى مجتمعات عمرانية جديدة وبعيدة ومش طبعا حياة كريمة لا ده لو انت عايز تسكن في قلب محافظتك في قلب منطقتك هذا هو المشروع اللي تروح تقدم عليه هنتكلم عن الأسعار هنتكلم على فين المحافظات والمدن هنتكلم عن الوحدات نتكلم عن كل التفاصيل لكن خلونا الأول نتعرف على صندوق التنمية الحضارية ترجمة نانسي قنقر المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارات صندوق التنمية الحضارية الحضارية من غير ألف يعني الحضر الحضر أهو يا بش مهندس حضر أه في ناس كتيرات بتحطنا حضارية الحضارية لأنتم الحضر من أنتم؟ انتم مين؟ الصندوق بيعمل ايه وبيقدم ايه؟ احنا كنا ايه في عجالة سريعة جدا كده احنا الجهة اللي كانت مسؤولة عن القضاء على العشواءات الغير أمينة داخل الدولة ونجحنا الحمد لله تكلفنا في 2016 وخدنا ملف وخدنا تكلف من سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء ان احنا نقضع العشواءات الغير أمينة داخل الدولة كانوا 257 منطقة فيهم مليون ونص مواطن عايشين في حياء خطر على حياتهم على صحيتهم على كل حاجة قضينا عليها الحمد لله تبقى الخطة اللي وضعناها والحمد لله نجحنا فيها وفي 2021 اعلناها ان احنا خلصنا على الغير أمين داخل الدولة طبعا الناس هتشوف بعض المناطق زي على الطريق الدائري عن شمس عزبة النخل في بيوت ومسلا كيلو 4.5 الهجانة مشية ناصر دي آمنة ولكن غير مخططة ودي الخطط اللي احنا نشغلين عليها في المرحلة الحالية احنا قضينا على غير الآمنة فاضل غير المخططة نشغلين عليها بعد الوقت في المرحلة دي ودي الوحدة كانت قبل تغيير شعر الصرف كنا نتكلم في تكلفتها 318 مليار جنيه ودي هو خطتنا ننتهي بيها ان شاء الله والخطة على 20-30 بإذن الله طيب قضينا عليها طب هل كنا نقف ونقول كفاية كده ولا خلاص بصلنا نجاحات ولا نستغل طموح الدولة وطموحنا يعلى مع الدولة وجمهورية الجديدة ونقدر نرتقب نفسنا نحرك نفسنا شوية لفوق عبنا نفكر نقول احنا لازم نطور من نفسنا نقول ايه اللي ممكن نعمله الدولة وازاي ان احنا نشيل عن كهل الدولة تكاليف القضاء على الغير مخطط المرحلة اللي جاية واننا لازم نتحول لحاجة اسمها صندوق التالي مرحلة اللي عادنا ندرس كتير اوه عشان نسمي نفسنا ايه وهنعمل ايه ومن ضمنهم ازاي من ضمن المهام الجديدة ان ازاي ان احنا نقضي على الحاجات الغير مخططة بقى خلاص ما عندناش غير امن ازاي ان احنا نشتغل في الاماكن المميزة المميزة اللي هي ايه مميزة عمرانية زي قاهرة تاريخية كنا الاول لا يمكن ان احنا نشتغل في العشوائيات نسمي منطقة قاهرة تاريخية عشوائية ده تراث عمراني حي مسجل في اليونس كنه كده ما هواش عشوائيات ده ده لازم كده يبقى لما جاي نعمل مبادرة اسمها احياء قاهرة تاريخية هنا في فرق بكم التطوير او تنمية او او لا ده احياء قاهرة تاريخية ازاي نرجع قاهرة تاريخية لعهدها القديم لما كانت القهارة أجمل مدن العالم في 1930 عايزين لما نوصل لـ 2030 نحصل على هذا اللقب تاني أجمل مدن العالم ده هدفنا دلوقتي اللي احنا بنعمله فاشتغلنا في جوة قهارات تاريخية في المعز في الحاكم في باب زويلة ضرب اللبانة كنت اللي عملتوا هذا التطور احنا اللي عملنا الشغل ده وعطتين خطة هنا بقى الشغل مش بيبان بسرعة شديدة علشان احنا بنشتغل في حواري وازق قضيئة فبنحاول نشتغل من يعني ايه اقولها بالبلد شوية ما نزهقش الناس ازاي نشتغل بهدوء من غير ما نقفل حياته ومن غير ما فنشتغل بهدوء جدا من غير ما تحسه بتحس بالتغيير فدي فكرة وذا انا يعني ايه عشان كده بنحطن لها مدة زمنية اطول شوية عشان اديني مثلا مشروع مثلا اعمل في صحرا الف عمارة اعملهم في سنة لكن انا بشغف وسط ناس عايشة لا ده الحاجة تانية بتختاني شوية ده بالنسبة لتطوير القاهرة التاريخية لكن انتوا لكوا دور تاني انا شايفة صور لعمارات كتيرة ومباني كتيرة انتوا بتعملوا ايه احنا لما حولنا نفسنا بدأنا اقول ايه طيب احنا لازم نعمل نطور داخل المدن عندنا ازمة كبيرة جدا داخل المدن واحتياجات للسكن الراقي في بعض الناس كانت بتلومنا انتوا عمين تعملوا مشروعات الدولة عمين تعملوا مشروعات في المدن الجديدة الامتدات العمرانية الجديدة طيب انا عايز اعيش هنا في حياتي نفسي اعيش في ذكرياتي ذكريات الطفولة حياتي بس اديني روح وجمال وكونباوند زي الموجود في المجتمعات العمرانية الجديدة اديني الحاجات دي فازاي نحقق المعدلة المستحيلة دي حققناها في المبادرة دي ازاي نوجد ونعمل كومباوند لو واحد اقول لك ايه انا عارف فكرة انا عارف فكرة ان انا هسكن ببلاش انا هديك فلوس نقول له احنحقق لك المقعدة بس انا عايز ازكن وسط الجوة اليوبية او جوة او في بانها او في دمانهور اعايز ازكن اه وسط حياتي وسط قسرتي يعني خليني اقولها في عزوتي خليني اعيش في وسط ذكرياتي حبي طفولتي شجني ما تودينيش في المجتمعات العمرانية ما تودينيش عايشني بالديني البنية دي في وسط المكان ده فبدأنا ندرس ونقول ايه هنحقق لازم نحقق رغبات الموطنين كلهم هي المشكلة هنا ايه عندنا هدف الهدف هنا احطنا نفسنا هدف اللي هو ايه كيف نحقق احلام المواطن المصري في هذا الشأن جبتوا الارض منين ده المدن القديمة ارض فيها صعب او كل ما اول ما بدأنا المدوه ده كانت فعلا دي المشكلة كبرى جدا لكن لما يعني اشتغلنا صح وكويس جدا لقينا في حاجة اسمها عمران غير متوافق يعني مثلا ما ينفعش بقى فيه مصنع داخل المدن السكنية او فيه مصانع شغالة وفيه مصانع عاطلة بدنا المصانع اللي شغالة بمصانع تانية شغالة قبل من الشغل ومصانع العاطلة اللي مش شغالة خدنا الاراضي بتاعتها فيه جيوب زراعية غير مستغلة وبقت تحولت لبرك وامراض فيه اماكن فضية وفيه بعض الجهات المركزية اللي تمتلك اراضي مميزة جدا داخل المدن دي احنا وجدنا حجم من الاراضي يدنا بسرعة جدا في المرحلة أولية ننفذ المائة ألف وحدة في المرحلة العاجلة من خمسمائة ألف وحدة دول مائة ألف وحدة في كم محافظة؟ احنا المائة ألف وحدة دول فيه تلاتاشر محافظة عندنا يعني عندنا خمسة وثلاثين مشروع ما يخص الصندوق عندنا أربعة وعشرين مشروع منهم ال ال وهم عبارة عن ستين ألف وحدة اللي احنا ان شاء الله بصدد طرحهم على المواطنين المصريين جميع مستويات وفئات المصريين ممثلة في هذا الطرح فين بقى؟ قولي محافظاتي طيب نقولي احنا عندنا الطرح الأولاني طرحنا فيه تمام المحافظات فقط اللي هي القاهرة الدأهلية الخفر الشيخ المينيا الفيوم اه يعني اموان فيه عدد من المحافظات انا اطلق وعندنا فيههم اتناشر مشروع يعني كل محافظة قاهرة اليوبية سوهاج الفيوم المينيا الشرقية كفر الشيخ الدأهلي يعني قولي مثلا في قاهرة انتم فيه؟ في قاهرة احنا في منطقة اسمها المعصارة على قوت الصراد نفسه في مصر القديمة منطقة الخيالة في مدينة نصر حي الواحة والتلات مستوات تلاتة فعلا مختلفين عن معده تماما هنتكلم على المستوات في القليوبية انتم فيه؟ القليوبية حيث في مدينة القليوبية على محور العصار عندنا المشروع ترحيينه بارته سوهاج في مدينة سوهاج فيوم مدينة الفيوم نفسها في المينيا في مدينة المينيا والشرقية في مدينة الزقزي وكفر الشيخ في مدينة كفر الشيخ جانب الجامعة على طول والده أهلية في المنصورة في أول أسماء مدن متعطشة لكل الناس اللي عايزة وحدة سكنية في هذا المكان احنا بنكلم فيه يعني ستين ألف وحدة انتوا طرحينها للمواطنين كلمني بقى عن الوحدات وقصارها طيب احنا بنكلم عن الوحدة عن الطرح الأواني ما فيش حد يقدر يطرح ستين ألف وحدة مرة واحدة بنترحها على مراحل الطرح الأواني إن شاء الله يعني المشكلة الكبيرة علنتوا عنه بالفعل احنا علاننا عنه وفيه ناس يعني أنا على فكرة أنا جاي من الصندوق على هنا على طول وسايب هناك تزاحهم شديد جدا من الناس على وإقبال شديد جدا احنا بنبيع بسعر مبارح احنا بنبيع هنشوف اهو سعر مبارح ولا سعر بكرة بس اقول لي الأول انتو امتى آخر وقت لي تلقي القبوة إن شاء الله آخر الشهر آخر الشهر ده فستين ألف وحدة بتمترحوها فيه على مراحل الناس بتخش إيدا نظام القرى أو نظام لا لا الطرح والاشتراطات زيلوا اشتراطات مفتوح تماما وحر اللي عايز بيحكي ما فيش أي اشتراطات لا على سن ولا أي حد حاجز مثلا أو حصل على وحدة سكنية من أي مشروع تاني تابع للدولة ما فيش قيود على عدد الوحدات اللي ممكن يحجزها أي فرض الموضوع هنا ليه بنتيحي الموضوع ده معظم مشروعات الدولة اللي بترحها بتوفيها قيود فإحنا قلنا نطرح مشروع بدون قيود عشان نقدر نفك للناس مشكلة القيود دي لأن القيود بتخلي واحد مثلا نفسي يحصل على وحدة هو أخذ وحدة في حياته طب نفسي أجيب بالإبني وحدة عايزة أمن المستقبل عايزة أجيب وحدة وحدة أسكن فيها ووحدة أستثمرها كإيجار أقدر أقجارها وأقدر أبيعها حر هو حر كاش ولا تقسيط إحنا طبعا تقسيط على خمس سنوات السعر اللي الناس بتسمعه يشمل تقسيط خمس سنوات يعني أسعار اللي أنا تكلم علي دلوقتي دي تقسيط على خمس سنوات على خمس سنوات طب خلينا نشوف بقى الأسعار ونشوف بقى تدفع مقدمة قدية وتعمل يعني مثلا عندك وحدات 86 متر بسعر 760 ألف جنيه دي أصغر وحدة دي أصغر وحدة عندنا ودي في الخيالة فتخيالي أنا بقول سعر دلوقتي لو حد يقولي أن الوحدة دي تتنفذ دلوقتي تتنفذ بس بـ 760 ألف جنيه أنا هتعاخذ معا أنه هو يجي ينفذ لي مشروعاتي متشطبة؟ متشطبة متشطبة؟ متشطبة آه كل مشروعات متشطبة على فكرة متشطبة يعني إيه سيراميكو كده؟ كله آه متشطبة سيراميكو كله متشطبة تماما يعني هيدخل مثلا بزدد المشروع كبير ما رفقه جهزة وكل حاجة جهزة فيه قلت إيه دنيا سعر بقى؟ ده نموزة ده عندنا مثلا المشروع اللي في المعصارة ده 113 متر سعره مليون و300 ألف جنيه على فكرة المقدم 15% والباقي على 5 سنوات المقدم 15% والباقي على 5 سنوات ده بفايدة إيه بقى ولا إيه؟ هو كده انكلوسف يعني يعني السعر متضمن الفايدة متضمن كله بتقصت على 5 سنوات أوكي 5 سنوات ده إيه كل شهريا ربع سنوية ده ربع سنوية تمام القلنا إيه 100 و كم قلتني 100 و 113 113 بمليون 300 تدفع 15 ألف في الأول 15 في الأول وبعدين تقصت الباقي على 5 سنوات ربع سنوات طيب بعد كده فيه أكبر من كده إيه؟ أعتقد فيه وحدات أكبر بتوصي في القاهرة مثلا في حي الواحة ده من أرقى أحياء قاهرة الواحة مدينة نصر حي الواحة في مدينة نصر ده من أرقى أحياء القاهرة المساحة الشقة 182 متر المشروع ده ممكن مشروع إحنا نفذناه يمكن بدأنا فيه من أقل من سنة ووصل لمرحلة يمكن نهد صورته بتعرض دلوقتي وصل لمرحلة في صور بالليل أظن يا جماعة لو ممكن تبقى معنا في صور نوافير كده وحاجات ياريت تجيبها صور النوافير يبقى ده حديقة الفصطات ده فين بقى ده؟ ده ده الشرقية ده الشرقية؟ لا ده بقى ده حديقة الفصطات ده حاجة تانية خالص ده عقل الفصطات اللي انتو طورتوها عارفة مقلب القمامة اللي كان في الفصطات جنب جمع عمر اللي هو يعتبر مجمع قمامة في القاهرة تخلي أسوأ مكان في القاهرة كلها بيبقى من أجمل مناطق العالم ده أدخل معدودة هتبقى معدودة ده مناطق اللي انتو طورتوها ده مناطق طورناها ده المشروع ده الواحده هيتكلف فوق العشر مليار جنيه ده هدية يعني الدولة لأهلين مشروع في مناطق تراثية مناطق تاريخية مناطق ثقافية استثمارية في كل حاجة ده يبقى واحد من الحضائق مناطق على مستوى العالم انتو اللي طورتو كمان عند مدحف الحضارة لا مدحف الحضارة طبع الاسكاير لا طبع وزارة الثقاف مدحف الحضارة انتو اللي عاملين التطوير ده ده الحال اللي عاملينه آه ده يعني لا ده حاجة عالمية على مستوى العالمية وهنجيب شركة إدارة على منتحاله في علامة تدير المشروع احنا الموضوع مش هنديره عشان ما يبصش والنبي نرجع للأمارات تاني يا جماعة طيب رجي أنا تاني قلنا في عندنا 86 متر وعندنا 113 متر أكبر مساحة عندكم أكبر مساحة اللي هو حي الواحد 182 متر المشروع ده فاخر جدا 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 وهو تنفذ في وقت اللي الأسعار فيه كانت ارتفعت شوية بعجل كده احنا يعني وكمان احنا حفرين جراش على 40 دور 40 فدان دورين دورين جراشات يعني عندنا 9000 وحدة عربية في الجراشات دي لأن درسنا لقياه في مشكلة في الجراشات في منطقة الوح فهنا نعمل جراشات تخدم منطقة الوح في مدينة نصر فين في مدينة نصر هي قريبة جدا من محور المشير تنطوي يعني قرب يقول يعني تعتبر تعتبر الوحي بقيت جزء مكمل للتجمع الخامس جزء مكمل للتجمع الخامس طيب دلوقتي ماذا عن وبتقول لي ياخدها يأجرها ياخدها يبيعها اي مكان انتو ما عندكوش حظر على بيئة اي حظر على بيئة ولا اي حال خالص الاكيد في مناطق تجارية او وحدات تجارية اللي هو زي محلات بس بتنصيق وتخطيط ده لازم يبقى فيه لازم يبقى فيه الحاجات دي بقى ايه بحق انتفاع ولا بيئة ولا كده لا هتبقى بيئة ان شاء الله وتطرح بيئة للأهالي ان شاء الله اللي عايز يطرح ان شاء الله هنترح بيئة فيه حاجات ينزل منه مازاد او طرح مباشر فبنفضل مازادات عشان يعني ايه فيه شوية من المصداقية او شوية من الشفافية فيه لان طرح مازادات هو الناس بتزايد على الوحدة نفسها فببقوا عارفين خلاص تصل لسعرها العادل في طرح المازادات بس ارجو بقى وانتو بتعملوا الحاجات التجارية دي ان يكون فيه تخطيط يعني مثلا فيه قيود ايوة ان ملاقيش بقى فيه قيود على مثلا البيت فيه بنصلح عربيات سامكان لا 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 اقامش اقامل ازاي فيقعد يخبط طول الليل للناس يعني الناس بتبعيز حياتها تتحسن احنا بنعمل فيه منطقة اسمها منطقة الحرفين في منشية ناصر 60 فدان عندنا 900 وشوية ورشة عشان نجمع فيها اي شغل ورش داخل القاهرة التاريخية او داخل القاهرة الاصل ننقلها داخل المجمع ده عشان نبعد بالورش عن اماكن السكن التطوير هنا والتنمية مش موضوع ان انا ابني سكن وخلاص لا احنا بنعمل حياة متكاملة وكلها منظومة مع بعضها عشان تصح كلها شوق ما فيهاش مثلا وحدات فيلل او كده لا حتى الان كله شوق لان احنا طبعا نضرت الاراضي داخل المدن القائمة فبتخلينا ما قدرش نلجأ للفيلال دلوقتي بس ممكن حد ياخد شائتين ويفتحهم على بعض ممسلا ممكن فياخد مساحة كبيرة لو عايز تحت اشراف استشاري من عندنا احنا لان احنا دين تصمات والحاجات دي تحت اشراف استشاري نقدر نسمح له بالفتحات والحاجات اللي عملها عشان محدش يعني يشتغل على الانشاء بتاع المنشأ الخرصانة طب هذه المناطق وسط العمران طبعا بس هل مثلا بتعملونها مواصلات خدمات سورفيسز ولا بتفكروا ازاي والله احنا يعني هي داخل المدن فهي المدن دي قائمة فعلا وفيها مواصلات وفيها كل حاجة لكن مثلا احنا بنقول مثلا زي مثلا مشروع الواحة مثلا شاء الواحة انا عندي مثلا ساي تسعة تلاف باركينج انا عندي غير السطح غير باركينج السطح بتاع الف عربية عندي عشر تلاف باركينج هل ده يبقى للناس هنا لا ده يبقى للمناطق العمرات اللي حوالينا ممكن يبيع وحدات جراش طيب واحد ساكن في حتة ابعد شوية بعيد هل هيركن عربية ويتمشى هنا ان شاء الله هنوجد بإذن الجولف كار ويقدر هو يكون مشتارك وشارك كده يستدعي الجولف كار مثلا ان شاء الله منشغل المشروع تروح تجيبه او هو يركن عربية الجوف كاريه ياخده وديه لمكانه تبقى اللي هو مشترك ولا غير مشترك دي فكرة حابنحطه عبد حاول نحل لان فعلا كل مشروع بندخل بي بنشوف احتياجات المنطقة ايه ونحاول نوفرها جناين بقى مساحات خضر انا شايفة هنا عندكم ملاعب برضو الناس عايزة حياتها تتحسن مشروع الوحة مثلا انا عاملين مبنى للجيم بس دورين كده لوحده في الجيم موجود هناك بنيينه عشان حد يجي يشغل الجيم ده لصالح السكان عندنا في المحلات والحاجات دي تبقى متاحة للناس الملاعب لازم يكون في ملاعب لازم بنعمل ملاعب لأهلين بندرس لما يكون في المنطقة المحيطة هل في عجز في الكنائس تبقى لتعداد اخواننا المسيحيين داخل المنطقة في عجز ولا مفيش عجز ننشئ كنائس منشوف مثلا عدد المساجد الموجودة ننشئ مسجد ولا اتنين حسب كسافة المساجد اللي حوالينا كل ده بدلس مش نتكدس مش فدأ جامع كل 200 متر وكنيسة يعني عايزين نبقى لا احنا بنحاول نسد العجز من المشروع مثلا مشروع الخيالة لما جينا دراسنا لقينا في عجز في مكاتب البريد في المنطقة كلها مصر القديمة عملنا مكتب بريد مفيش نقطة اطفاء في منطقة مصر القديمة عملنا مركز اطفاء ومركز طبي الدزاين بقى والتصميم لانه مثلا انت في مصر قديمة فانت الدزاين بتاع مصر قديمة وشكل مصر قديمة ما تقطليش بقى ابراجه كده في النص يا لازم يبقى متناسق احنا لما كنا بنشغل في العشوائيات كنا مراعي ده احنا عاملنا روضة السيدة العمران والطراز الاسلامي جوه القاهرة الفاطمية عامنا اسلامي طب عملنا طيب اتنين نفس الموضوع طب لما شغلنا في حلاب وشلاتين طب لما شغلنا ده قبائل شغل البدوي اللي هو القباب والحوش والحاجات دي عملنا كده كل منطقة لما بنشغل فيها بنشوف طبعها المعمار ايه عشان ما يبقاش فيه نفور من اللي احنا بنعمله يبقاش تجانس ما بنعمله ما يبقاش ايه البناء الغريبة دي اللي دخلها في النص دي احنا هنا في المنطقة القاهرة الخدوية عمرها خدوية الفاطمية يبقى عمرها اسلامية مثلا في المناطق اللي هي مثلا الجنوب سينة مثلا ويراس غير اللي مشغلنا عملنا البيت البدوي فكل منطقة بنعمل لها طبيعة عشان بقاش فيها نفور مثلا الحية الوحية مدية نصر دي ممطقة حديثة مدرن عملنا الشغل المدرن فيها مش شايف بس أن أكبر مساحة اللي هي قلت لي 180 متر 4.7 أربعة وسبعة من عشر 4.8 مليون جنيه مش كتير شوية خلينا أقول أن ده طبعا سعر شامل الأسط خمس سنوات طبعا الناس المتفكر في أسعار الفايدة بنكية كام يعرفوا أن الخمس سنوات يبقى داخل السعر ده يبقى الرقم مش كبير لو قررناها بحاجات تانية كتير هنشوف أننا السعر عادل جدا في نفس الوقت أنا المشروع ده نفسته في زل الأسعار المرتفعة زي أن تشتباته كلها حتى الانتركام موجود الدكت بتاع القمامة اللي ترمي فيه القمامة بتاعتك موجود كل دور فيه دكتك ما ما فيش حاجة سمع لحد يحط البسكت بتاعه برا شركة اللي هتدير المشروع هبقى في شركة بتدير المشروع مينتلس هتعملوا إيه فس شركة بتدير المشروع الاستدامة والصيانة وحاجات دي لازم يكون فيه شركة تدير تدير إدارة أمن وصيانة وإدارة لكل شيء الكلام ده مهم جدا خدمة ما بعد البيع اللي بتبني أسماء المطورين على فكرة هي خدمة ما بعد البيع وليس أنا بابني بناء حلوة لا ما بعد البيع ده هل هيبني اسمه هل هنشوف صندوق التطوير الحضري أو التنمية الحضرية محفظته بقى قد المجتمعات العمرانية دول أغنى نصف مصر ده أنا قاعد تتماع مبارح قلت لهم إذا ما دخلناش يبقى إنا يعني مصنفين وزي مش عايز أقول أسماء عشان بقى سبعني على الحد لا مش المطورين البرالفت سيكتر أنا بقى يعني أنا بنافس وبسعر يعني بس حد كي هل في حد دلوقتي يعني بحضة كنت بس إيه قلت لي أن الواحة غالية هل في حد دلوقتي بيعرض شقة مية ومثلا ويه سبعين متر بمليون وثمانية من عشرة أو مليون ونص دلوقتي حالا يقدر ينفذها بالتمن ده أنا نفست بسعر مبارح وعلى فكرة عايز أقول للناس حاجة اللي نفذ المشروعات دي معانا الهالة هندسية للقوات المسلحة ناس عارف عن هيئ جودة وشغل الهالة هندسية مجهود الهالة هندسية احنا اديناهم أمانة وسلمونا المنظر اللي ناس شايفة ده من حيث التصميم من حيث الجودة من حيث المرأبة كل الحاجات دي ناس شايفاها وزينا بنعمل منظومة متكاملة بينه وبين الهالة هندسية الخطوة المسلحة لأن احنا فعلا بنخرج سر الناس شايفاها هديتنا للناس أنا بشكرك مهانس خالد صدي رئيس مجلس دارة صندوق التنمية الحضرية والحياء دي مشروعات أنا مكنتش عارف عنها حاجة فيعني شكرا ان انت جت لنا وتقول لنا تفاصيل والحجز بأسبقية الذهاب مش كده يعني مش عايزة اقول ان في بعض المشروعات خلصنا الترجل بتاعها وخلاص أفلناها لكن فيه طرح تاني فيه طرح تاني هيبقى فيه طرح تاني وتالت ان شاء الله يعني الناس ما تقلقش خالص وإحنا على قدر مصطوع احنا بننفذ والله بنحط حاجة بسيطة أرباح بسيطة جدا عشان نقدر حق للناس رغباتهم وفي نفس الوقت يبقى الناس يعني مبسوطة وتبقى حسنين سوط نمبر بتاعكم كم؟ 15-3-4 15-3-4 إذا أردتم أن يعني تشتروا أي وحدة من من صندوق التنمية الحضرية شكرا باش مهندس خالد صديق شكرا ونخرج فاصل وبعد الفاصل احنا في الشتاء ازاي تخلي بالك من الدفاية الغاز ما تستنشقش غاز وانت في الحمام يعني بعض النصائح نتمنى أن تكون مفيدة شكرا 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 شكرا